اشتركوا في القناة هل النمل بيتكلم؟ قالت نملة الآن وجدنا عن طريق نعمل حديث أن النمل مش فقط بيتكلم ولكن النمل أيضا يبني وفي اليوتيوب وضعوا ميكروفون في مساكن النمل ووجدوا أن النمل مش بس بيتكلم ولكنه عيدا يغني وسامعنا صوت النمل قالت نملة تعالوا ونأخذ كل كلمة وكل حرف ونحاول أن نرى ماذا قال العلم الحديث مع كل كلمة وكل حرف في الآية القرآنية قالت نملة قالت نملة قالت هل النمل يتكلم؟ أصدقاؤه ومع النمل الآخر عن طريق عدة وسائل منها الوسيلة الكيمائية ومنها مثل ما يدعى رقصة النحلة عن طريق الحركة وعن طريق اللمس وعن طريق الخط في الأرض إذن في عدة وسائل تتصال النمل مع بعضه أدي واحد لكنهم لديهم كلمة كلمة تنظر على الاخرى هذا هو المطلع يتكلمون وليس ذكر هذا هو كيف يتكلمون 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 العلم الحديث تتكلمون هذه المطلعات بإذن تاني حدا كلمة قالت قالت اللي تكلمت هي أنسة وليس ذكر والآن وجدنا أنطلق نعم الحديث إن فعلا النمل اللي بيكون في الخالش هو من النمل الإناس لأن الزكور دورهم فقط في مرسل الجنس مع الإناس وبعد ذلك بيموتون إذن قالت تكلم النملة ثانيا إنها كانت أنسة بعدين قالت نملة مش النملة بدون النملة نملة عادية لأن النمل متوضع بعضي وأن النمل بيدي حياته في زيش إذا النملة مش النملة قالت نملة يا يا نادت وهنا بنشوف إن الآن وجدنا علميا إن النمل بيركب رسالة معقدة ويوصلها إلى باقي النمل وهذه الرسالة بتكون معقدة وتتكون من عشرين من عشر إلى عشرين كلمة عن طريق الرسالة الكيميائية في حالة الخطر وهنا هنشوف إن كان في حالة خطر فعلا إن سيدنا سليمان عليه السلام كان جاي هو وجنوده فالنملة كان في حالة خطر فقالتهم ادخلوا مساكنكم فإذا كان في حالة خطر أدي رقم واحد رقم اثنين إن لو كنا ردينا كم عدد الكلمات التي ذكرتها النملة في القرآن وجدنا إنهم أربعة عشر كلمة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطب أنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون أربعة عشر كلمة إذا فعلا إن النملة ما بيجي يوصل لسالة كيميائية معقدة بيحتاج من عشر إلى عشرين كلمة وفي القرآن النملة فعلا قالت أربعة عشر كلمة إذا قالت نملة يا نادت أيها أيها هنا للعقل العلماء قد كده افتكروا إن النمل ما عندوش مخ ما بيفكرش ما بيتصرش ولكن الآن أثبت العلم إن النمل بيفهم وبيتكلم إذا هنا بيتكلم ناس بيتكلم نملة بيفهم العقل يا أيها النمل ووجدوا إن العقل النملة وهو عبارة مش قد حباية ملح ولكن أقل من حبة الملح فهي من حبة ملح مبشور فإذا هذا المخ رغم صغره ولكنه يتكون من 300 ألف خالية يجي 300 ألف خالية بالداخل سبحان الله قالت نملة يا أيها النمل وهنا قالت النمل إيتش النملة لأنه نمل كتير الآن وجدوا إن النمل بيعيش في مجموعات ألوفات الألوفات وأقل مجموعة من النمل بتتكون من سبع نملات إذا إذا نملة انفصت عن النمل فتخش في أقل مجموعة وهي سبع نملات وإذا عموماً بتموت إذا ما دخلتش إذا هنا الخطاب كان للنمل بالجمع قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا هنا أمرت ادخلوا داخل تبع الرسالة المعقدة ادخلوا أمرت ادخلوا مساكنكم مساكن مين؟ مساكن النمل ادخلوا مساكن مساكن هنا ما قلتش بيوت مثل مثل سورة الأنكبوت بيت الأنكبوت هنا مساكن المسكن عبارة عن سكون بيحصل في سكون ما هو رجل ببيت زي بيت الأنكبوت كله قتل ودبح بالداخل أما بيت مساكن النملة فهو فيه سكون فإذا ادخلوا مساكنكم أدخلوا مساكنكم مساكنكم كم أنتم ليه؟ لأنه وفدنا بطري الحلم الحديث إن النمل لو فيه نملة جديد دخل على بيت نملة آخر النمل الآخر بيقتنوا لأنه مش بيته فإذا مساكنكم مساكنكم أنتم ليش مساكن حد غيركم قالت نملة يا أيها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم لا يحطم أنكم التحطيم هنا قال قيلة إن النملة جسم النملة مكون من نفس تركيبة مكونات الإزاز وهي بادة السيليكون لذلك قيلة التحطيم ليس البحث دي رقم واحد رقم اثنين إن الآن وجدنا إن جسم النملة لا يتكون من العظام مش مثل جسم البني آدم فلذلك لم تقول لا يكسركم فإذا الآن لو إنسان مثلا دراعه قصر فإذا في هذه الحالة دراعه فقط للقصر أما النملة لو أي حاجة فيها مشكلة باسمها إذن العمور نهايتها الموت مش بس عضو فقط هدي تاني حاجة ثالث حاجة في فرنسا من حوالي ثلاث سنوات لكن نحن نظرها مش المفهول إن نحن نعمل مثل هذا العزي التارجوع اللي نحن نحترم الحيوان رقم النملة إلى حتى ارتفاع تقريبا من ألفين متر ووجدوا إن النملة مجراره ما مجرارهاش حاجة وحتى فيه على الإنترنت فيه موضوع بلغة فرنسية لماذا لا تتحطم النملة فإذا لماذا لا تندهس النملة ساحوني فإذا النملة اللي مرموها منفوق وجدوا علميا إن النملة ما بجرارهاش حاجة عرغم إنه ارتفاع ألفين متر لعدة أسباب علمية منها إن النملة اللي مكان الصدمي بتاعها هون بتنفخه فإذا ما بتنزل بصد الصدمة ثانيا إن النملة عندها قرون الاستشعار عندها في القرن من قرون متاعتها في عضلة قوية بتساعد على عدم بتساعدها في النزلة ثالث حاجة إن النملة لما بتنزل مع الهوى في النهاية بيحصل التوازن إنها خفيفة فم بجرارهاش حاجة راضي حاجة إن النملة بتعمل حاجة اسمها الفليكس اللي هو زي له صوت معين كده هو جابوه عن طريق السمعيني على طريق بحث وما بيجرارهاش حاجة فإذا النملة ده قدمة التحطيم مش الدهس ولا الكسر Standard ودخلوا مساكينكم لا يحطむ لكم سليمان وجنوده سليمان تعرفت إن هوا سيدنا سليمان بعرفت إزاي..." الآن وجدنا علمين أن النمل بيغب مع بعضيه بيكون لآخر في حالة صرصرة آه عرفتي ماذا حصل أمس كذا وكذا 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 أن النمل بيبدل مع بعضيه البضاعة أن النمل بيدفل موتاة إذن هي عرفت أنه سيدنا سليمان وقابت واجنوده وعرفت أنه مش الواحد معه جنوده وجنوده بالجمع ليل لأن سيدنا سليمان عليه السلام كان معه جنوده من الجن والإنس والطير إذن واجنوا دي وهم لا يشعرون وهم أكدت تاني أنه هم مش بس يعني سيدنا سليمان بس لوحده وهم عرفت وهم لا يشعرون لا يشعرون لأن من طبيعة المؤمن إنه هو المؤمن ما بيشوف النمل ما بيوتهاش أكا واللي عنده طبيعة في قلبه في الإيمان والرحمة بالإنسان وبالحيوان لذلك لو شافها إن شاء الله مش هيدهيسها لذلك النملة قالت وهم لا يشعرون لأن من طبيعة المؤمن إنه هو ما بيفتريش على الحيوان والإنسان وخلافه وهم لا يشعرون فأحتزرت النملة وأعطت العذر لسيدنا سليمان إنه هو ما شافهاش وهنا نفهم برضه إن المفروض إن النملة اللي هو يأخد باله ومشي الإنسان لما هو ماشي يعني النملة هو اللي بيأخد باله وهو اللي بينبث فقالت نملة يا أيها النملة يدخلوا ما سكنكم لا يحطم إنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فسيدنا سليمان عليه السلام تبسم ضاحقا من قولها فهو لما تبسم ضاحقا من قولها فهمها فهم بقى فهم للنملة وهو كان مردسته نوبفة من الحيوان وفعلا فهمها وفهمها فتبسم ضاحقا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنا أنت علي وعلى والديها إذن نعمة الإسلام نعمة إنه هو فهم النملة نعمة الإسلام والرحمة إنه عنده وقفة قلبه رحمة ما بيتهس الحوال بهذا الشكل فهذه كانت على سورة النمل وصورة النمل كمان ذكرة النمل مش النملة سورة النمل بالجامع لأن النمل بيعيش في جماعات بعكس العينكبود العينكبود بيعيش مفرد لذلك كانت سورة العينكبود بالمفرد وليس بالجامع وحتى إذا آتوا على وادي النمل وادي مثلا باللغة الفرنسية وادي هو مكان يجرقه ما بقصرة وادي ما هناك مساكن بقصرة مساكن لأن النمل عنده مساكن بقصرة ووادي من النمل ووجدوا الآن إن فيه حتى كمان مع ذكر فيلمة مساكنكم لأن وجدوا الآن إن ما فيه مسكن تبير للنمل مساكن للنمل كثيرة ما بين إيطاليا وأسبانيا طلها ست ثلاثة كيلو متر وارتفاحها أربعين متر كما ساكن فيها نمل كسيرون وهل النملة لما قالت لهم ادخلوا مساكنكم لا يحطمن لكم هل هم ما حيسمعوا كلامها؟ يعني هل يعتمنوا على كلام نملة؟ الآن لأن الحديث وجدت إن فعلا لما يكون في حالة خطر لما كان سليمان كان جاي هو جنوب وكان في حالة خطر إن فعلا النمل بيعتمد على كلام النمل الآخر وبيصدقوا في حالة الخطر إذا قالت نملة يا أيها نملة هل يدخلوا مساكنكم لا يحطمن لكم سليمان وجلوله وهم لا يشعرون وقالت لا يشعرون ليه لا يشعرون تمام؟ لأن مثلا لو في دكتور الدكتور بيستخدم عموما في حياته العادية مصطلحات طبية لأنه واخد عليها طوال اليوم أيضا الميكانيكي نفس الشيء فإنما أيضا قالت كرون الاستشعار والاستشعار جاي من كلمة شعور وهم لا يشعرون جاي من كلمة كرون الاستشعار لأنها عندها قرنين للاستشعار فاستغنت هذه الكلمة لأنها في حياتها الطبعية بتستخدم كتير كرون الاستشعار بتاعتها الآن لو شفنا على المسيج الكمبليكس المثالة المركبة اللي هي قلتها النملة هللاقي أن النملة نادت ولبهت وحددت وخطبت وأمرت ووجهت ونهت وعللت ووبحت وخصت وجمعت وعمت وأصرت وأكدت واعتذرت نادت يا أيها نبهت خطبت للعاقل أيها للعاقل النمل حددت مين هم يا أيها مين النمل حددت أمرت ادخلوا وجهت فين نحش فين مساكنكم مساكنكم وجهت نهت لا عللت ليه نحش مساكنة ليه لا يحطمنكم وضحت مين هم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون سليمان خصت جنوده عمت وجمعت وهم أصرت وأكدت بمعرفتها أن سليمان لا سبب المفضل بماه جنوده من الجن والإنس والطير لا يشعرون اعتذرت وتأدبت إنهم يقولها طب نخش مساكننا ليه مثلا ندين للصدوق نخش ليه خشوا علشان لا يحطمنكم سليمان يحطنا ليه وسلم ما هو مؤمن وهم لا يشعرون إذن رسالة كانت رسالة معقدة وكانت بدون أي استفسار كانت نملة زكية خلطها بدون بسرعة يعني بدون أي ما يسألوا لي ومش كانت واضحة واصلوا ليها وظيف بعدين في حاجة ثانية والآن النملة وجدوا إنه بيسلك أسهل طريقة لكسب المريشة العلماء قالوا مستحيل إن النملة بمخها هذا مخها الصغير الذي هو أقل من حبة مبشورة من الملح قد تعلم كل هذا التكنيقة التقنية أعوزه اللهم مشكلة رحيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا وعندنا كمان النمل وجدنا النمل لما قالت أمرت أدخله أمرت وجدوا الآن في العلم يوجود نوع من القيادة عند النمل في ناصية الحيوان أعوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما من دبة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صلاة المستقيم وسيدنا سليمانة عليه الصلاة والسلام لما دعا للنملة في تفسير القرطبي قال أنه دعا للنملة لما أعطوه هدية فالنملة أعطاله هدية فدعا لهم بالبركة إن ربي صحيح تعالى يبارك فيهم والآن وجدنا علميا فعلا النمل مبارك فيه فالنمل يوجد 118444 نوع من النمل في 10 مليون مليار من النمل لا يخلو مكتر مربع من النمل والله أعلم 20% من المخلوقات من النمل يعني النمل يوسع 20% من المخلوقات وإن النمل يوازي وزن الإنسان حسب إحصائية علمية عملها شخص في الإنترنت عالب من الإنترنت لماذا سمعت سورة النمل يعني السورة في القرآن تسمى سورة النمل ليه المهم 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 جدا أنه المهم يعمل على استقرار الأرض تنظيف الحضائق بتاعتنا يأكل الحشرات الميتة وأقدم نتعلم منه حب العمل والدفاع على الآخرين في ألمانيا بيدرسه على النمل عشان يعمله يحسنه إشارات المرور ويعمله قواعد المرور من النمل نفسه من النمل نفسه طيب في عامنا النمل النمل الجنود سليمان إيه علاقة النمل بالجنود الآن بيعمله في الجيوش العالمية في أمريكا وخلافه بيعمله ربو إنساء يعني زي نمله آلية بيستخدموها في الجيش ففي علاقة بين الجيش والنمل بيستخدموا النمل الآلي الآن في الجيش ووجل للعلماء إن النمل أمم مثلنا أو الآن كان فإ hypertension انهم بيفكروش وبيتصلوش انو إنهم أمم مثلنا يعني في ألمانيا كما قول إن بيعملوا إشارات المرور إشارات المرور بيستخدموا النمل على شان يدرسوا إشارات المرور ويتطوروها بعدين لقوا إن هندسة مساكل النمل فيها هندسة مساكل النمل أكتر من هندستنا بعدين بيبنوا النمل بيبني الكباري بيبني الكباري وبعدين بيدفنوا موتها وبيحلوا المشاكل بيتبدلوا بضاعة وبعدين النمل لما قالت نملة نملة عادية مش قال نملة مش بألف لام لأن النمل بيلحب نفسه علشان الآخر يعيش على سبيل المثال بيعملوا الكباري كافية عمل الكباري مثلا لما يجي النملة يعدي من مكان إلى مكان آخر في هذا المكان في النوسط بيكون فراغ فالنملة بيتشابك مع بعضه وهو بيتشابك مع بعضه علشان النمل الآخر يعدي ويمشي عليه وفيه منهم بيتساقط من الوجع والألم ولكن في سبيل إنهم عايزين إنه في سبيل الله إنهم يعدوا على هذا الكبري المعهول بأجسامهم ووجدنا أيضا إن النمل النمل لما يجي علميا يرسل رسالة إلى نملة ترسل رسالة إلى نملة آخر ممكن أن يصل إلى نملة كثير في نفس الوقت وهي نملة كلمة في القرآن مع النمل قادة ادخله مساكنهم كلمة نملة كثير تكمنية الإجهزة العلمية في القرآن بالنسبة للنملة الآن وجدنا أن فيه نملة عمله هو أنه يلاحظ في حالة الخطر في الخارج يلاحظ إذا كان فيه وجود خطر ولا لا والآن وجدنا في القرآن أن النملة كانت لهم بدخلوا مساكنكم كانت بتلاحظ إذا كان وجود خطر أم لا وأيضاً ممكن أن تكون النملة هي الملكة بالداخل والتي كانت تتبعث عن طريق مثلاً الإشارة الكيميائية بسانة كيميائية لباقي النمل لكي يدخلوا والله أعلم ترجمة نانسي قنقر اللهم صل على سيدنا محمد من هدي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد من نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد من نبي الأمي وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد من نبي الأمي وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد من نبي الأمي وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أشهد أن لا إله إلا الله بالنسبة لللملة الرسول عليه الصلاة والسلام نهى قتل أربعة من الدواب منهم النملة الآن وجدنا في فوائد في قرصة النملة الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر من ذلك أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا من عجبا يهدي إلى الرجد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر